مفيش دولة النهاردة اقول لك انا بريئة او انا عديل محدش عدة محدش عدة الموضوع الموضوع اللي جاي خطر على دول العالم بالكامل فعشان كده مصر بتعمل ايه فيه تحديات هتواجه لنا بتواجه الكل فانت النهاردة بتحاول تعمل عندك مخازن استراتيجية تحاول تزود الاراضي بتاعتك زراعة تحاول النهاردة تكون سروة سمكية اكتر سروة داجينة اكتر سروة حيوانية اكتر عشان اغطي احتياجاتنا بقدر الامكان بقول ايه بقدر الامكان تغطي بقدر الامكان احتياجاتك عشان ما يحصلش عندي زي اللي حصل برا فانت بتشاغل عن ملف ده سنة وراءة تانية بحيث يبقى عندك مفيش دولة بيبقى عندها كل حاجة بالمناسبة يعني ولا حتى امريكا ولا الصين مفيش حاجة كل العالم مع بعض بيتعاون بس تقدر تغطي لو اقدر اتكلم على الامح بدل ما استورد تمانية تسعة مليون طن استورد اثنين تلاتة مثلا يعني يبقى الباقي ازرعه زيت عندنا مشكلة في الزيت نستورد تقريبا تانية وتسعين في المية من الزيوت بتحاول النهاردة تعمل زراعات اللي هي بتنتج منها الزيوت بدل ما تانية وتسعين استورد مثلا تلاتين استورد اربعين يبقى انا بغطي جزء كبير جدا وبوفر دولارات بس تورد سكر لو انا عندي يبقى عندي اكتفاق ذاتي من السكر مثلا مثلا يبقى عندي اكتفاق ذاتي عندنا حاجات كتير زي العالم كله خضار ما انا بصدر النهاردة خضار عشان عندي اكتفاق ذاتي ما قدرش يصدر لو عندي اكتفاق ذاتي فكهة عندي اكتفاق ذاتي ما عنديش قزمة فكهة بعض الحاجات بسوردها الفنادة وغيره اللي عايز يشتري بالله لكن معظم الحاجات موجودة عندنا واكسة اسماك بتحاول بقدر الامكان تعمل يعني تغطي الاحتياجات بتحاول بقدر الامكان لكن محتاج وقت عشان اقدر اعمل ده على اقل في الاسماك الدواجن لو احنا حتى امبرح بنتكلم على اسعارها او كذا او غيره بقدر الامكان النهاردة وزارة التموين عاملة مبادرة بادرت بادرت لما بقول بادرت لانه عندنا في البلد بابدر الارض بتبدرها ايه حبوب تاخد الحبوب كده ويقع في الارض عشان اللي هيطلع الامح او الدورة وغيره فبابدر فالنهاردة وزارة التموين عاملة دي بادرت المحلات وبادرت المجمعات السلاكية بالبيض النهاردة فيروح من ضرب لك سعر البيض ينزل سعر البيض ايا بس ينزل سعر البيض شوية انت بلد عندك انتاج 13 مليار بيضة في السنة وتيجي تقول لي بلد الكرتورة توصل الستين جنيه وبعض الاوقات وصلت خمسة وستين جنيه فالنهاردة هي بقت المحلاتها توصل تبقى كاما اربعة واربعين ولا خمسة واربعين النهاردة وتنزل اكتر من كده او قدامك او بدروا تسعة واربعين ادي تلاتين بقى تلاتين بقوا بتسعة واربعين جنيه قدامك بدر كانت ستين او خمسة وستين جنيه في بعض الاوقات فنزل السعر شوية اقدر اعمل ده اه بحاول بقدر الامكان تقدر تعمل ده فنزلوا النهاردة نزلوا بقى كيميات كتيرة جدا نزلوا النهاردة تقريبا في القاهرة وجهزة تلتمائة الف بيضة النهاردة النهاردة تحديدا قاهرة وجهزة نزلوا تلتمائة الف بيضة في المجمعات تفضل فخلي بالك انت هتلاقي الفترات الجاية مش احنا في حاجات كتير طبعا بعض الناس يقولك يا سيدي ما تديني اديك حاضر قدامك اهو نزل من ستين لتسعة واربعين بعض الناس وهم بيتكلموا بيتكلموا قال لك كنت بجيبها بخمسة وستين اللي هو مش ازاي تبقى بخمسة وستين جنيه بقت بخمسة وستين حصل بقت بستين ستين جنيه حصل بقت النهاردة هو مجمعات ووزارة التموين بقت تسعة واربعين جنيه